بعد أربعة أشهر من سيطرة ميليشيا الحوثي على مديرية حريب تمكنت قوات الجيش والعمالقة من تحريرها وإعادة الحياة إلى المديرية حولت الميليشيا حياة الناس إلى بؤس ووجع وحزن ما بين قتل وتشريد وتعديب فضلا عن قطع الخدمات الأساسية عن مختلف مناطق حريب كان الأهالي يتسابقون لإزالة كافة شعارات ميليشيا الحوثي مرحبين بدخول قوات العمالقة والجيش الوطني وتبدد الظلام بعودة التيار الكهربائي بعد تطهير المديرية الواقعة جنوب مدينة مأرب من عناصر الميليشيا ثم تم خاطر ما تزال تهدد ساكنيها فقد طالب الأهالي بالتدخل لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون بشكل عشوائي ووفقا للأنباء الواردة من هناك قتل مواطن بانفجار لغم حوثي في السوداء التابعة لحريب وهي المنطقة المزروعة بألغام متعددة المهام وعبوات ناسفة مموهة شديدة الانفجار شهدت المديرية مواجهات عنيفة على الأرض وغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي التي أعلنت عن مقتل مئتي عنصر من الميليشيا وتدمير 34 آلية عسكرية في 53 عملية استهداف تتواصل التقدمات لقوات الجيش الوطني والعمالقة التي حققت انتصارا كبيرا جنوبية مأرب وسيطرت على أولى قرى مديرية العبدية بعد أن أحكمت قبضتها على قرية الجفرة وعقبت ملعاء الاستراتيجية التي تعد طريقا رئيسيا إلى مركز مديرية الجوبة البوابة الجنوبية لمأرب ترجمة نانسي قنقر